اشتركوا في القناة والضياء الاخوة المسؤولين عن ادارة مثل هذا الملتقى وهذه الجلسات ان شاء الله التي نأمل ان تكون في ميزان حسنات الجميع باذن الله رب العالمين السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته طبتم وطابر رمشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدة قبعة يعني اللغة التي تجيدونها بعد العربية قد تكون اللغة الفرنسية ويقول المثل الفرنسي تقول ترجمة يعني عليكم انتم ترجمة بالفرنسية تقول ترجمة في العربية الذاهب البحر لا يأخذ معه ماءا وانا اتيت لاجلس بين ائمة وعلماء وعالمات فضليات ورائدات نهضة يعني دينية وتوعوية يعني لم اتي لأقول علما ولكن يبدو ان المنصة هذه يجلس عليها الاكبر سنا ليس الا ولكن على هذه الكراسي يجلس الاكثر علما والاكثر فقها والاكثر يعني وعيا بواقع الامة ومستقبلها ان شاء الله رب العالمين حبة في الله اصعب ما خلق الله عز وجل واعقد ما خلق الله عز وجل بالنسبة لعقل الانسان النفس البشرية النفس الانسانية كل انسان له بصمة بصمة اصبع بصمة صوت بصمة عين بصمة اذن يعني كما يقولون الدي ان ايه هذا يعني سبعة مليارات ونيف لنا سبعة مليارات بصمة ليس في البصمة الفيسيولوجية التشريحية ولكن في بصمة الملكات يعني عندما نستقرأ يعني الكون المسطور وهو كتاب الله عز وجل تجد هذه الشخص التي تتكون امام شاشة عقل الانسان فيما يتحدث رب العباد عنه في القصص القرآني تدل على هذا النمط العجيب من الملكات الانسانية فهذا قبيل وهبيل بط واحدة ابن واحد ام واحدة شتان بين قاتل للمخدول يعني تربوا نفس التربية نفس الاب نفس الام نفس البيت نفس البيئة ما الذي جعل قبيل قاتل ويبسط يده الى اخيه بالقتل والاخر عنده او الثاني عنده من الحلم بمكان لانبسط الي يدك لتقتلني ما انا ببسط اليدي اليك لاقتل ما الذي شجع هذا وما الذي جعل هذا حليما لهذه الدرجة اذا سرنا في التاريخ تجد سيدنا موسى وسيدنا هارون بط واحدة ام واحدة بيئة واحدة ولكن سيدنا هارون التؤذة اللين سبحان الله سيدنا موسى لما بلغوا ما صنعه بني اسرائيل الخى الالواح وهذه الالواح كلام الله عز وجل واخذ برأس اخيه يجره اليه والاخر يستعطفه هذه ملكات عجيبة ناتي الى التاريخ ايضا الحسن الحسين ام واحدة فاطمة رضوان الله عليه ابو واحد علي رضي الله عنه سبحان الله ولكن الحسن رجل مفاوضات وسلم ومعاهدات الحسين انسان ثائر سبحان الله لا يعني لا يقبل ان يضغط عليه هذه ملكات يجب ان يلاحظها الداعية والعالم وهو يدعو الناس فالناس ملكات يعني سيدنا عمر رضوان الله عليك فيما تعلمون انا اذكر ليس الا وانتم عندكم يعني انا اقف على ساحل علمكم لا اشاهد واقتنص ولكن المد الخام انتم المتن وانا الحاشية يعني ولكن اذكر فقط والذكر تنفع المؤمنين فسيدنا عمر طرق باب عائشة ام المؤمنين ليخطب اختها وهو امير للمؤمنين اخت عائشة اللي تكون بنت ابي بكر فعائشة كانت تجل عمر كثيرا فذهبت الى اختها تعرض عليها هذا الخبر السار الى باختها تصدمها ترفض ان تكون زوجات لعمر لا تقبل لا تقبل هذه الشدة هذا الشرف العيش هذه الصرامة لا اقول القسوة ولكن هذا الاطار من الحياة لا تقبله بنت الصديق فلما اسقط في يد ام المؤمنين عائشة ماذا تقول العمر يعني هل عمر بالقوامين الدنيوية البشرية يرفض من اي بنت من اي امرأة من اي بيت ومش اي بيت هذا بيت الصديق فاستعانت بالمغيرة بن شعبة المغيرة كان زعيم قبل كبير له في المفاوضات له في التأثير له في سياقات النقاش لان فيه ناس في العائلات لا تصح في النقاش يعني ان جرت تبدأ في النقاش تخربه من اول لحظة وتكون النهاية في البداية وانتم تدركون هذا الكلام كثيرا يعني سبحان الله فالمهم فقال انا اكفيك يا ام المؤمنين فلما صلى الصبح خلف عمر رضا الله عليهم جميعا قال امير المؤمنين بلغني انك تريد ابنة اخيك ابي بكر كي تتزوج منها قال لا نعم قال يا امير المؤمنين نحن رجال ونهابك يعني احنا بنخف منك يعني احنا لا نتعامل معك بسهولة فكيف بالتي نشأت في بيت ابي بكر وانت تعلم كيف كان ابو بكر يعامل بناته حتى ان قبيل التيم نفسها القبيلة ككل تجيد معاملة النساء عندها حنان على التعامل مع النساء هذه الملكات ايضا ما هو فيه ملكات افراد فيه ملكات اسر فيه ملكات عشائر فيه ملكات دول والانسان ابن بيئته ولو نسبنا الدول او نسبنا الملكات هذه لطبائع الدول فالدول لها طبائع الشعوب لها طبائع يعني سيدنا ابراهيم اذا وزعنا اذا جازنا ان نوزع هويات وجوازات سفر على الانبياء سيدنا ابراهيم يطلع عراقي وسيدنا موسى ياخد جواز سفر مصري صحيح هويته كده ما الذي نتج من هذه الطبيعة وما الذي نشأ من هذه الطبيعة العراقي بطبيعته انسان قليل الكلام واضح المعالم لا يعرف الاطناب يعني قال اني جاهلك للناس اماما تخيل هذه العطية التي ما ما اعطي مثلها احد لا من قبر ولا من بحر اني جاهلك للناس اماما امر طبيعي لك الحمد يا رب لك الشكر يا رب كيف هذا يعني ممكن اي اجابة اخرى قال ومن ذريتي كلمة واحدة كلمة اسلوب عراقي في التصرف قال ومن ذريتي انظر الى التربية المصرية سيدنا موسى قال وما تلك بيمينك يا موسى لو سوء سيدنا ابراهيم هذا السؤال لقال هي عصى على الطريقة العراقية لكن سيدنا موسى على طريقة الاطناب المصرية المصري بعد ما يكلمك ساعة يقول خلي بالك انت مش وقت بالك من الكلام انا هشرح لك الموضوع من كنت فيما كنا نتحدث سيدنا موسى قال يا عصاي الله يعلم اتوكأ عليها وغشبها على غنم ولي فيها مآرب اخر على يعني على جهتين كما تعلمون اما ان يعني يطيل الجلسة ويطيل الوقوف ويطيل الحوار كي يسأل ما هي المآرب والله اعلم بها او انه ادرك وايقن انه يعني في حضرة الملك الملوك فاوجز القضية ولي فيها مآرب اخرى وهكذا سبحان الله هذه طبائع سبحان الله ملكات فالمغير ابن الشعب يقول لعمر يعني انت شديد علينا كرجاء فكيف اذا اذيت ابنة اخيك ابي بكر وانت تزوجت منها وطريقة يعني يعني شضرتك في العيش ماذا تقول للصديق يوم القيامة ان عتبك قال اصنع بوعده مع ام المؤمنين العيشة قال انا اكفك يا امير المؤمنين الموضوع متفق عليه السلفا فراح لام المؤمنين وابلغها ان تحللت تحللت انت من ايه من وعدك القصة الثانية اضم الى لماذا اقول هذا نحن يعني انتم اساتذة فقه الواقع وان كان النص بعيدا عن الواقع صار نصا نظريا صار كالفلسفة والجدليات الاخرى التي يقوم بها الفلاسفة اما النص انزل في 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 امة والامة هذه لها واقع وواقع الامة يختلف من زمن الى زمن ومن شعب الى شعب ومن بيئة الى بيئة فما نقبله هنا لا يقبل هناك وما لا يقبل هنا يقبل هناك وهكذا طالما ان احدا لم يمس النصوص ولكن كيف يؤثر النص في 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 مسألة الواقع المهم سلمان الفارسي تقدم لخطبة بنت لعمر رضي الله عنه فاسرت البنت لبنت عمر الى اخيها عبدالله ابن عمر انها لا تريد الزواج من سلمان فتعجبت لما قالت ان سلمان يشبه ابي يعني انا مش هطلع بيت ابويا الشضف والضيق وال سبحان الله ده حفنة زيادة في الدقيق وزوجه تريد الحلوة قال قومي لبيت المال يرديها يعني خسرها من المنبع وانتم تدركون يعني يعني بهذه المعيشة ضم ابل ولده عبدالله الى بيت المال رغم ان من حر ماله قال يقول يقول الناس دعوها ترعى انها ابلو ابن امير المؤمنين دعوها تشرب انها ابلو ابن امير المؤمنين فشك في القضية ضمها البيت المال فبنت عمر لا تريد شخصا كابيها لتتزوجه كما نحن في بيوتنا بيوتنا اذا كان الاب يعني الشديد قاسي صعب صلت والام حنونة لطيفة لينة البنت حجم الاتنين ياما ان تقتص لامها من زوجها بعد ذلك كرد فعل واما ان تسير في كما سار القطعان الذين من قبل خلاص ستعمل ماذا تصنع قل هي الحياة هكذا هي الحياة سي لذي خلاص هي الحياة كده صحيح تمام ف البنت عمر ابت فاصرت لاخيه عبد الله ابن عمر لان تخاف ان تواجه اباها عمر وتقول له انا لا اقبل فعبد الله ابن عمر ماذا اصنع ان هذا هو عمر فذهب لعمر ابن العاص ارطبون العرب فهي بتاع الخارجية والداخلية والمفاوضات والسياسة قال يا عماه ان سلمان الفارسي اراد بالزواج من اختي ولكن اختي غير راضية فماذا نصنع قال يعني المسألة عندي ذهب سيدنا عمر ابن العاص الى سلمان وجدوا في الصلاة فصلنا بجواره سلمان الفارسي هنا الملكات سلمان منا الى البيت هذا هو الباحث عن الحقيقة ولكن الجينات الفارسية جينات لمن تعايش معها ودرس يعني الانتربوليجي وعلوم الانسانة والتاريخ عندهم قضية يعني نقول لغير المسلم انه متكبر ونقول للمسلم منهم عنده عزة نفس قد لا يقبلها الاخرون يعني في اقصى حدودها يعني لا يقبل ان تمن انت عليه بعمر قد صنعته فاقترب عمر ابن العاص وقال يا سلمان هنيئ لك بتواضع امير الممين عمر ان يعطيك ابنته فده ضغط على المنطقة الحساسة يعني هي الملأة هي دي المفتاح الشخصية لومبروزو وعالم النفس الشهير الايطالي معروف الاربعينات والخمسينات او الثلاثينات كان يقول ان لكل شخصية مفتاحة وانحنا لو ادركنا مفاتيح شخصية ازواجنا وزوجاتنا وابناء كنا استرحنا وارحنا احنا وقفين كلنا على الباب الخلفي وما لا نطرق الباب اطلق الباب ما بحدش يفتح لانه وقف في المكان الغلط يعني انا اوكلم الولد الولد معه محمود العالم كله في يده وانا اوكلمه عن قضية ليست في ذهنه فانا اقف على الباب الخطأ هكذا الداعية مع المدعوين هكذا الواعد مع الموعودين هكذا العالم مع المريدين ان لم يدرك فلما سمع سلمان قضية التواضع عمر ان يرضى بان يزوج ابنته لسلمان قال لا نعم ماذا تقول يا عمر قال هنيئ لك تواضع امير المؤمنين ان يرضى ان يزوج قال او من عمر عمر مين هذا اي عمر ده عمر ده عندكم فضغط على المنطقة اللي اللي يدخل بالمفتاح فتح الباب فاعتبر سلمان عن الاقتران ببنت عمر اذا دراسة واقع الامة وواقع ما نحن فيه يعني من اسبوعين او ثلاثة نشرنا دقائق عن قضية تارك الصلاة واغفلت عن عمد حد تارك الصلاة انت لما تتكلم عن نص ليس في امكان المجتمع الان تطبيقه اذا انت منفلت عن الواقع انت منفصل عن الواقع انت بعيد عن الواقع يعني حدثوا الناس بما يفقهون وبما يفهمون اتريدون ان يكذب الله ورسوله انا اذكر في الستينات لما صعد ججرين الى القمر وعليها الكلب اليك طبعا ما فيكو حد شعره ابيض اقول لكم ان شاء الله دون الاشرين حتى اخواتنا التاسع العاشرة لا يعني ما فيش حد كبير سن زي المهم في الستينة بس لا التاسع العاشرة لكن عندهم كمال الرجل لأخوة تأله بالله يا الله يبارك فيهن يعني ان شاء الله المهم فلما صعد ججرين صعد الا ام على المنابل الي لا درس فلك ولا درس علوم الفلك ولا علوم الفيزياء ولا علوم الكون ولا الارصال يكفر من يقول ان انسانا صعد على القمر اخواننا بتوع مدرس العلوم واللي درسين كمية وفيزياء يقول يا مولانا يا مولانا القمر ده زي وزي القمر القمر ده زي الارض يعني هو مش ده هو فوق عشان عندنا لاغنوا لو انت تطلع عند silver كوكب. لا 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 لا. يعني يا انت تكذل اية من من كرام الله. كيف ينفذ من اقطار السنوات والارض والله. يعني يقول لنا انه لا يستطيع ان ينفذ. كيف انت تقول? لماذا? لانه انفصل عن الواقع. من عدة سنوات وصل عالم اخرج كل الشريعة الى بلد اوروبي. فبقدر اللي التقيت قبل ان يسافر قلت يا ولدي لا تفتي الا بعد ستة اشهر. انت تجد مجتمع يختلف عن المجتمع العربي. مجتمع اوروبي. له فقه اخر وله واقع اخر. انتظر ستة اشهر تتعلم من من سبقوك من العلماء. وبعدين ان شاء الله رب العالمين ابدأ في بعد فهم الواقع ابتدي في الفهم. في الفقه. المهم. بقدر الله امام المسجد ربنا احفظه بعد يومين من سفر اتصل به. وقال ان الشيخ ده جاءه رجل مسلم من اصل عربي. عنده ولد. عنده اتنين وعشرين سنة. مولود في هذه الدولة الاجنبية. جاب الاب جرى ولده للامام الجديد. وقال له يا شيخ هذا الولد المجرم يعيش مع امرأة او بنت اوروبية. معيشة الازواج وهو لم يتزوجها. فقل له كلمة. الشيخ اراد ان ينفصل عن الواقع ويذكر النص. فذكر الشيخ هذا الشاب الذي ذهب ليستأذن رسول الله عليه وسلم ان يويح له الزنا. فقال اترضاه لامك اترضاه لاختك. قال لا اه الخصة معروفة عندكم طبعا. فطبعا الشيخ عايزي يطبق هذا ظن انه في جزيرة العرب من الف والمعمل سنة وليس في اوروبا سنة الفين وخمسة الفين وعشرة. فقال له اترضاه لامك. قال له لي ما لا. فالواقع مختلف. الواقع مختلف. لان انا انفصل عن الواقع. اتريدون ان يكذب الله ورسوله. فنحن حتى في ابنائنا وبناتنا في البيوت. لا نقتحم ابنائنا نخلي في مسافة. اول ما نستشرف بالذكاء الاجتماعي. ان الولد سيقول لا والبنت ستقول لا نتوقف. ما الذي تكسبه الامة انه البنت تقول لا كلام خطأ. ويقول وهكذا يعني لا 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 نريد ان اقول لك شيء. انا اذكر في الستينات في صعيد مصر كان عندنا شيخ واحنا نحفظ القرآن كان صلت وراي ممكن سنوات وانا طفل صغير. وكان بفضل الله لا يعرفوا ايات عن الجنة. معنى كان حفظ القرآن يعني. كان كل ايات التي يذكرها هي عن الترهيب وعن المهم. فرجو فلاح بسيط قام بعد من تات الخطبة وامسك بياتي. قال له يا شيخ انا صلي وراك من تسعة عشر سنة. تسعة عشر عام. ما ذكرت لنا اية من اية الرحمة. قال له ماذا تريد? منفعل. هو طبيعة ماذا تريد? وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ان الله كان عليم. يعني فيه ايات كثيرة على الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. يا واكد. مش العليم علم القرآن. الرحمن علم القرآن. يقول له وماذا تريد? قال له ابن ياب عن كل هذا المسجد يصلي في القرية. الجمعة الجاية ان شاء الله. كلمنا عن الشفاعة. قالوا شفاعة من? قالوا يا مولانا. شفاعة النبي صلى الله وسلم. قال يا سلام. الرسول يشفح في بهايم زيكم. زي ما هنا رأى. فقضى يعني بدرع عرف بتاع الملاقب بتاع الضربة القاضية. فاعطى الضربة القاضية للرحمة. هذا انسان لا يجوز له ان يصعد المنبر. لا لان هذه خطورة. ليه? لان طيب الولد الصغير من شهرين. شاب اول مرة يدخل الصلاة يصلي في المسجد. فهاتفه المحمول عملوا على يعني رنة معينة نغمة معينة اغنية. فبدأت المضربة في الغناء الى ان اوقفها يعني. الناس في الصلاة. طبعا لكم ان تتخيلوا ان هذا الصلاة عن الناس انتم تخيلوا من غير ما. ذا الواقع يعني. فخرج من المسجد فماذا يصنع دخل مقهى? وهو داخل من عصبيته. قدمه تعثرت في احدى الطاولات الموجودة عليها. اه اه كوس من الشاي والى الاخر وقعت على الارض. كل الحاضرين من الذين لا يصلون. خير 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 ان شاء الله. لا تخلق اهلا وسهلا ولا تزعر ولا ما فيه اي مشكلة وطلع صاحب المقهى يربط على كاته اهلا بك اجلس والله هذا الشاي الذي سوف يقدم لك لا تدفع فماذا يصنع الشاب صار من حزب القهوة وكره حزب القبلة هكذا هكذا فليس معناه هذا تميع النصوص ولكن اليسر في المسائل في صغير الامر وكبير ولو كنت فضا غريض القلب لم فضوا من حولك يعني المسألة ان يجذب الرجل الاعرابي حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سبحان الله وادعو لهم بالمغفرة وفي يوم الفتح اذهبوا فانتم اطلقاء بهذه الرحمة المطلقة انا اريد ان اقول ان الداعية والواعظ والعالم والمربي وهكذا بناتنا من الفضليات المربيات والمرشدات لنا قضية خطيرة اول شيء الصبر والاستبار والمصابرة والتصبر ان لم يتمتع من يعني يشرح كلام الله للناس بالصبر والتصبر وسبحان الله وعدم معذرة التعالم انا لا اشعر ما من الوجب لا اشعر ان انا يعني اعلم منه لا بدك ربنا فتح لي جزءا في في مسألة ولو سمعته هو كمتعلم عنده اجزاء انا لا اعرف ان غابت غاب عنك شيء اه او تعلمت شيء وغابت عنك اشياء فالمسألة اذا كان يعني سبحان الله اقولك شيء انا مرة نزلت بلد اوروبي فاستقبلني اخفاضا من اصوله اه من جنوب شرقياسيا ولكنه من تلاتين اربعين سنة مقيم في هذه البلد فعربيته على قدر حاله يعني بس يتكلم اللغة عربية قريبة يعني من ان انت فهم انها عربية المهم فقال لي باي رواية حفظت القرآن وانت صغير يقول يا ربي هذا الاعجم يعني اسألني عن يعني في نفسي شوية الاول يعني والله دايما انت اعرف ان الاهل مصري اه حفص عن عاصم وبعض القرآات التي الممد وانا صغير امون طيب وهل قرأتها كذا وكذا وكذا انا تعجبت اذا بالرجل على مدار مائة كيلو متر من المطار الى المدينة التي وصلت اليها عبارة عن كنز وبحر من العلوم يتكلم بالكتاب والصفحة والسطر والجملة والفقرة فالانسان سبحان الله يعني يعني لا داعي ان تتعالم لان سبحان الله العظيم طالما انت نويت ان النية لله وتجدد النية وهذه مهمة الداعية الى الله ان يجدد النية في كل وقت وفي كل حين وفي كل كلمة لان عليه مش الاضواء اذا ضحكت مثلا بنت من بناتنا المرشدات الفضليات ضحكت من حقها ان تضحك يا الله خالها وعمها وعمتها معقول انت تضحكين مش تتق الله انت من حفظة كتاب الله انت بترشدي البنات لا اله فعليك سبحانه انا رجل قابلني مرة مضطر ان اشتري كتابا في سوق كبير في مكتبة وماشي الوحدي فراجل الامسكة انا رجل ذوحيثية عجيب الشيوخ والعلماء يمشون في الاسواق لتقولوا يأكلون الطعام فمش عايزك تمشي بالاسواق يعني عايزك انت ومتصور انك في في صومعة او في قوقعة اه تفتح القوقعة السلام عليكم رحمة الله كيف حالكم السلام عليكم يعني سبحان الله فانا اريد ان اقول ان انتم عليكم مسئولية الملكات النفسية الاول لنا يا متكلمين وضعنا النتائج يقول اهل العلم الاجتماع لا تكن رأسا فان الرأس كثير الصداء يعني لكن احيانا تضطر ان تصير رأسا يعني الامام طالع يصلي وياخف على المنبر صار صيروه رأسا يصلي بالناس صار رأسا المتحدثة تتحدث بالخطاب الاسلام صارت رأسا الرأس كثير الصداء لكن لكن عليه ان يتذرع بالصبر وانكر الذات والتواضع يقول ان الحسن البصري كان يمر فيجد مجلس علم فيجلس وشاب يتكلم فينظر الناظر الى وجه الحسن يظن انه يسلع الكلام لا اول مرة والحسن يحفظ هذا الكلام قبل ان ينضى المتكلم يعني ما ما يعني مسألة سبحان الله العظيم فالمسألة لا تظن اننا مجرد ان اعطيت السماعة والميكروفون لا لا ابدا فتجديد النية اولا واخلاصها لله عز وجل وتحمل الناس واذاهم سأل ان الناس الان لا تريد ان تأخذ فتوى الا المخلصين طبعا وهم قلة لا يريد ان تعزف له على الفتوى التي في ذهنه اقولك شيء من خمسة عشر عاما في الحج يجز بجوال رجل اعرفه يعني اه يسألوني سؤالة قولي يا شيخ نعم انا سألت اربعة عشر عالما عن مسألة ارباح البنوك اللي يحلل ولي يحرم ولي يقول مكروه وانا حمدت الله ان انت معانا في اله في هذه الرحلة والحملة فانا قلت اسأل الشيخ عمر هو هيجوب بس بالله عليك ما تقول حرام اين الفتوى ها فين الفتوى لابد ان تبتسم له وانت بارك الله فيك على دعابتك ما شاء الله عليه وانت عايز مسلا من الداخل اه تصدير جزائريا او صحيديا احنا اقارب خليبا لكن فالمسألة يعني لازم تتصبر وتصبر وتبتسم له بهذا المنطق فالداعية او العالم او الفقه الا ما يصبر ويتصبر ويصطبر ويصابر تضيع منه الحكوم او الريموت كنترول او هذا هذا امر الامر الثاني عندما يجدد النية ويبتغي وجه الله سبحانه وتعالى فيما يقول وفيما يعمل الله عز وجل سبحان الله يصير هذا العالم وهذا الداعي وهذه المرشدة كالذي يسير نحو الحق نحو قرص الشمس ظله خلفه لان الظل يمثل الدنيا الدنيا تتبعه اما اذا اعطى الحق ظهره ورجع الى وسبحان الله ويجد ان ظله الشمس الحق صارت خلفه صار ظله امامه الدنيا يركض خلفها ولا سبحان الله العظيم يستطيع ان ان يصدعي اخر اه يعني قد اطلت كثيرا عليكم كمان دقيقة ولا مسموح 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 دقيقة وربط طعم الله يضع لي اه تعلمون قصة ابي جعفر المنصور في الرجل الذي ضحك عليه اللي هو واحد اه مجوسي ودخل الاسلام حديثا ولكن ما زال يضمر مجوسيته وعبادته للنار ولكن اسلم وانتم تعلمون القصة اللطيفة لابن المجوسي لما اسلم وبعدين ابوه مات فجد الجيران يعزوا ابوه مات على مجوسيته فقالوا له ان اباك ترك لك دينا عليك يعني انت عليك دين تتفاعل ابيك قال ماذا قالوا مئة دينار لفلان قال انا لا املك قالوا له بيع الدار التي انت فيها وسدد دينا الرجل قال وان سددت دينا الرجل ابي يبقى في النار انا ده مجوسي كان بيعبد النار يبقى في النار قال لا لي ابقى انا في الدار ويبقى ابي في النار سبحان الله هذا في اخواقها طب انا بعت البيت وبعدين كسبت انا ان شاء الله بهذا المنطق يعني فابو اليزيد الرقاشي عندما سمع هذه اللعبة التي صنعها هذا المجوس على ابي جعفر في بغداد قال له الناس في الازدحام والطواف والحج يعني يشم بعضهم رائحة عرق بعض وماذا اصدعنا قال يضع ضع بخورا وطيبا فوق الكعبة عندما تهب الريح يعني يشم الناس نسائم الخير والرواح الطيبة ويدعو الناس لامير الممينة بالبقاء انطلت اللعبة على المسألة الماكرة على ابي جعفر فامر بهذا فلما بلغ ابو اليزيد الرقاشي الدعوة له اسلوبها في عرضها اما العرض القاسي هذا لا يقسم للمسألة المهم قال اه هل يحج معنا للعام اه ابو اليزيد الرقاشي قالوا نعم واين اول درس الله قالوا في التنعيم في مدخل مكة فاوعز ابو يزيد الرقاشي الى احد مريديه ان اول ما امير الممين يجلس يسأل هذا السؤال في اه امير ممين بارك الله فيه ادعو له بالخير وضع كذا وكذا فوق الكعبة ويعني ادعو له بالخير كذلك اكيدنا اليوسف المهم فاول ما بدأ الدرس رفع المريد يده على يعني اتفاق مسبق يا شيخ ادعو لامير الممين بضل البقاء وكذا وكذا لقد كذا وعمل في الرعية حتى انه وضع بخورا وطيبا فوق سقف الكعبة فاذا هبت الريح هبت رياح الخير والروايح الطيبة على المصلين تنفر ابو اليزيد غضبا يا رجل يا اية الرعية اتقوا الله اتقوا الله في ولاة اموركم كيف تقول هذا وتدعي هذا على امير المؤمنين امير المؤمنين تنطلع عليه انه يضع بخورا ونار فوق الكعب ويطوف الناس كما يطوف المجوز حول الانيران ام ابو جعفر يقول الحاجة الخش على مكة نزلوا ما تدناش في داهية سبحان الله وصلت الرسالة بطريقة المغلفة لكن لو واجه وقال يا امير المؤمنين انت رجل ظالم ولا تعرف في الدين وانت جاهل ويجب قبل ان تصنع خرارا تعود الينا نحن ولاة الامر ولست انت ولي الامر بالله عليك هل تأتي هذه بنتيجة المهم اذا وصلت الى نتيجة يعني سبحان الله العظيم باسلوب سهل سلس ان شاء الله رب العالمين الامور تنضبط حتى في البيوت بيوت الدعاء يجب ان تكون عنوانا نحن بشر في ازواج وزوجات واولاد وبنات الناس ينظرون الى بيوت الدعاء والدعيات ان دي بيوت ابي بكر وعمر وعمل ابي بكر ولا عمر ده ولا يعرفوا بيوت ابي بكر وعمر ده بيوت عادية فيها مشاكل وفيها نفوز انسانية فيها والد طلع ابن نمح والتاني عمل سبحان الله التانية امو لها امو جميل حملت الحال يعني ما تلاته الظلم فالناس وضعاكوا تحت ملك سكوب فتتحملوا وتصبروا وتتقوا رب العباد وهنيئا لكم انكم في بلد تعتز بالعلم وتقدر الامام وسبحان الله العظيم وانتم تذكرون قصة هذا الرجل اجام المتوكل كان اول قصة في التاريخ ان ضرب احد المصلين الامام دي كانت اول قصة ولكن من بعد كده تتابعت يعني المهم لكن كانت اول 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 امام يضرب يعني يعني انت تعرف الاوائل بتاعت المجلات اللي تتحصل اول واحد نزع سطح القمر اول امام ضرب فجاء اه جاء المتوكل به قال هل امت ضربت الامام قال نعم كيف تضرب الامام قال امير المؤمنين اردت السفر فادلنا الفجر فقلت ادخل وصلي ثم اسافر فبدأ الامام بعد الفاتحة يقرأ البقرة ويرتل وترتيله جميل قلت يركع في ربعها في نصفها ثلاثة اربعية وانصرنا على القوم الكافرين قلت هنيئا لي سوف يركع الان فبدأ بقى العمران المهم بعد الركعة الثانية وكادت الشمس ان تشرق سلم الامام وقال ايها الناس اعتذر اليكم تيقنت انني كنت على غير وضوء اعيد صلتكم فقال المتوكل والله لو كنت معك اللي ضربته انا يعني سبحان الله في الرحمة مطلوبة سبحان الله فلكن يعني نحن نواجه اه اناس العربي بطبيعته اه غاضب معطرد الولد في البيه تقول له يا حبيبي يقول له لا يا ابن انت اسمحت لا ولا يا ما قلناش ايه سبحان الله فالمسألة سبحان الله العظيم يعني والذات عايزة تؤدى في العلاج ولما خطب رجل اه بنت فابو البنت خده على جام قال له يا والدي انا اوصيك وصية عارف خالتكم فلان دي متزوجين من اربعين سنة لم نغضب من بعض قط ابدا قال له معقول يا عمي اربعين سنة قال له هاي قال له علمني قال له يوم العرس اتفقنا اتفاق اللي يغضب من التاني يروح التاني يقعد في الغرفة اللي جنب الباب اللي عند الجنينة دي وانا دي الاربعين سنة وانا جاعت في الغرفة وانا ما لكن انت فحلت المشكلة ليست هذه هي يعني امور الدعوة ولكن اردتوا ان يعني اترك على شفاهكم ابتسامة انتم قمة التواضع ان تسمعوا لمثلي لكن قلت ان كبر السن شفاعة كبيرة لن يلس الانسان على المنصة وليس كثرة العلم ولا فقه الرواية فانتم اهل فكر فقه الرواية والدراية واهل العلم والفقه قواكم الله واعانكم وامن الجزائر من كل مكروه وسوه اشكر لكم حسن انصاتكم وحسن تواضعكم هذا تواضع عملي اراه بعيني بوركتم جميعا افقكم الله تخبل منه ومنكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وركاته اشتركوا في القناة